بتاع الجمهور اللي جت للضيوف مش حنبدأ بيك يا رندا حنعذر حرام عليك حرام حرام النخرى ديما اللي تجري 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 عليك قبل ما نقره بس الرسالة يا نورهان نذكروا مشاهدينا أن تقدروا تبعتوا أسئلتكم لضيوف البرنامج وأيضا مقترحاتكم للبرنامج لأن العصير هذا والله يا أحمد جرالي ريقي على الرقم 99 خمسة تسعة وتسعين مع حرف E L باش تكتبوا مقترحكم تحت ال E L ولا ادوي لي ب E L E L يوح يلقبطونا E L S و T S وتكتبوا مقترحاتكم أسئلتكم لنجوم البرنامج فضلي نورهان شكرا اليوم البداية كلها معايا من الأول بسم الله نورهان أدد أكتر شي ما تحبش نورهان في الوسط الأعلامي أوكي أردي بارك الطيحي في حاجة قولي الهوني وخلاص ما نقدرش أنا صريحة أنا كنت صريحة أوكي أنا نشتغل في الوسط الفني عموما من 2015 تمام فني ولا الإعلامي عموما عموما والإعلامي لأنني اشتغلت في الأعلانات في مصر تدري تعرم حاجات في نفس الوقت مع اللاميديا مع الإعلام طبعا حاجة اكتشفتها مؤخرا للأسف للأسف كانوا الناس دي ما ينصحوا فيه من زمان يقولوا لي نورهان أنت عفوية أنت كتاب مفتوح أنت كذا حاولي ما تكونيش هيكي دي ما حافظي على المسافات بينك وبين الأشخاص بيش تبقي يعني في السيف سايد أو في مكان آمن لا تديري عدوة مع حد ولا ترتبتي بحد واجد للأسف أنا كنت نقول لا 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 أنا نعرف مع من نقعد وكيف نصرف وعادي نيتي طيبة وقلبي نظيف مش مشكلة اكتشفت أنه في الوسط الفني عموما في أي مكان في الدنيا ما نحكيش توفي مجالي بس اشتغلت في كم دولة عربية أنك أنت كل ما تنجح كل ما يزيده الناس اللي ما يحبوكش كل ما يزيده الناس اللي يغيروا منك كل ما يزيده الناس اللي يحزدوك وفي فرق طبعا بين الغيرة والحسد لأن الغيرة شعور طبيعي ممكن تكون إيجابي أو سلبي عادي ما فيش أكشن معاها طبيعي أنه نغيره وغيرتنا تحركنا نكونه أحسن غيرة شريفة لكن الحسد هو اللي مشكلة الحسد يخلي الطرف الآخر يهينك يطعم فيك يدوى عليك يحفر لك في شغلك فأكثر شي مش حابته في هذا الوسط هي المعادلة هذه أن أنت كل ما حتنجح كل ما حيزيده الناس للأسف يغيروا منك أهو يحفظوا عليك فقط إن شاء الله غرف السلام ما فيش لك لا ماذا لا لا طبعا كنا أسرة وحدة وعائلة وناس محترمة ولي الشرف أننا نشتغل مع الكل شرف لينا رندة لا 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 سوري لا رندة لا 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 أرجوك أرجوك فايوة كافو أسكتي وانت مفروض قال لعندي على طول أنا كنت شاش عرفه أين كنت الجاجة ما يقولش باش شادف هو قاعدت تبربش باش طلع تموس باش لكن ما تندريش مرات البحي يبطى راهو ما قلتك تصغير قولي لي أقولي لي عمر قولي لي عمرك طبعا هذه اكتشفت لنا في الوسطة العالمين إن شاء الله ما لا اكتشفش النفط عني لا عد انت الخبرة كلها شنو جديدك لشهر رمضان الفضيل الفضيل والله غالي جيك صيبرة حلوة حلوة أهو رايو فيه هناك وكريمة تلوني كصيبرة الرجو في كذنب مع القيم بيهو وهو عند عمل الجديد شاء رمضان إنه عندي عمل سماعيلا هبي طبعا قدمته للقناة الموقرة هادي وكلمت عليها كصيبرة الموديل الفني اللي مختص بالأمور هادي وقالي واجهولة تحية عضوك واجهولة تحية طبعا واجهولة تحية طبعا طبعا عمل كوميدي وعمل خصيصة اللي شاء رمضان فحنا الراجو كل ما نقوله يا كصيبرة كل ما يجي يقول ما أنا تات أيام يمشي لطرابلس وكذا فالراجو فيه إن شاء الله وإن شاء الله نلعقه طبعا عليه إن شاء الله كريمة بدري بدري اليوم الحمد لله منساتي إيش لا لا ما عاش أموركم كريمة 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 بس كريمة كل الليمة طب ليه الأحراك ده منو صديقتك المقربة في الوسط الفني اللي دي ما تتهابك إيا ويا اللي دي ما تتهابك إيا ويا هو مفيش عركة لكن ديما نسمح لديهم عركة أصلا محس بالنار عرفتي لما ولي وجهي أحمر رندة عبداللطيف والله شوف بقولك حاجة أنا في الوسط الفني مش خاشة مع حد هلبة حقيقة يعني ديما متباعد علي لكن رندة أول من وجهني رندة أول من وراني رندة أول من علمني رندة أول من دفعني شكرا رندة أول من وجهني الحقيقة نوجها لتحية هلبة لنا صحيت حبيبتي لأن بجديات أول عامل كنت انوية لما ددت جولاء هي كبه جاية جديدة ما نقول ليها بالعكس ديري هيكي ما توريش هيك ما تبينيش وجهك لا مذيكك إن الكاميرا مفيش في الحقيقة كانت هلبة مساندالية فرندة الوحيدة اللي هي قريبة لي أعمى رندة على خاطر الإشادة والشرف لي يا حبيبتي إن شاء الله ربي وفقك إن شاء الله من كل عمل لا والله إن شاء الله كل عمل نشوفوك أحسن بإذن الله نوية وديما صلحي من نفسك وتفرجع لي روحك وعدلي وكذا وإن شاء الله ربي معك إن شاء الله على خاطر الإشادة خد زهرة نبيني لأخيرة توقع أخليك في نهاية الحلقة أصلا أحسن لنتنسي للورقة عمل درامي ثمانيتي تكوني فيه دراغنوف حرف افتصار هل هي عابت على طول الإجابة شمعنا دراغنوف شمعنا دراغنوف عمل ياسر حاسيته كيف تفرجت فيه حاسيته يعني حسنتي يروح كل نفس فيه يعني بخلاف وهو كعمل ياسر هاكا حاسيته أصلا دراغنوف كيف تفرج فيه كملت على يومين شدني برشا وكعمل ياسر ياسر محله هل فيه شخصية معينة في المسلسل لا ما فاميش شخصية معينة هاكا أما حبيت هاكا نكون فيه حتى ندور هاكا خلصنا كلموا سامة جزا تاجتي لا ممكن لأن الممثلين اللي في دراغنوف انتي اشتغلت مع أغلبهم تقريبا صح؟ اي 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 اول قصة شفت أنا وقتاش تفرج في دراغنوف ودراغنوف وربيك تفرج فيهم مزوز وقت لي جاني الاقتراح متاع زنجة الريح مازلنا وقتها في التحذيرات في الاعداد قلت خلنا نعمل نظرة على الدراما الليبية كيفيش وكل وكيف تفرج فيهم بالحقك اخذوا مني حاجة ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله نشوفوك في عامل الدراما ان شاء الله ان شاء الله ازداه لي والله واضح قالها من بك يا رأي وفادرا نبو نسي مصودك في اغنية ليبية لخاء بالله اشد للخاء لخاء وعيني يا للات روحي يا للات يا سلم وميانا الشيء وعيني يا لميلات صاوي روا مكانا بي وعيني يا للات عيني يا للات لا روحي لا لا او المسرح اكيد المسرح اعرفتك بالجاوبة